السلام عليكم جميعا في دروس لشرح صناديق ومجموعات أدوات الارت والبوكس بالإضافة لشرح جميع الأدوات ومن خلال موقع جي اس فور وي راح يكون الشرح بسيط وسهل جدا لذلك في هذا الفيديو راح يتم شرح صندوق أدوات التحليل الإحصائي ولفهم جميع هذول الأدوات الموجودة عندنا في هذا الصندوق الأدوات تابع الفيديو حتى النهاية وأيضا نفضل متابعة هذا الفيديو لأي شخص مستواه في برامج الارت زي اس فوق الأساسي لتسهيل الفهم بيكون بعمليات تدعم علم الإحصاء من خلال إنشاء معالم وظواهر وميزات جغرافية جديدة بتعبرنا عن نوع معين من الإحصاء مثل الوسط والوسيط واتجاه النمو العمراني مثلا أو شكل دائر أو بيضاوي بمثلنا اتجاه معين لمعالم جغرافية معينة وقبل الشرح موجود عندنا جدول إكسل فيه اسم ومصار أي أداة داخل هذا صندوق الأدوات هاي عندنا الاسم باللون الأحمر ومصار الأداة باللون الأسود فيه عندنا اسم مجموعة الأدوات بالإضافة لأسم صندوق الأدوات كذلك الوصف كل الأداة موجودة عندنا فيه لها وصفها لتسهيل فهمها طبعا أي شخص يرغب بنحصول على هذا جدول الإكسل بتعليق أسفل هذا الفيديو راح يتم إرسال رابط من خلاله يتم التنزيل نبدأ الشرح من خلال فتح أي متصفح ونكتب اسم الموقع اللي هو GIS4W طبعا هذا الموقع مهم جدا لكل مهتم في النظم معلومات الجغرافية في عندنا برامج للارك جي اس وعندنا دورات مستوى مبتدئ ومتوسط متقدم على الارك جي اس والبرامج طبعا اللي بتدعم الارك جي اس مثل الاوتوكاد والسفل 3D والغلوب المابر والكيو جي اس والارك جي اس كذلك موجود عندنا قسم خاص في صندوق أدوات الارك تل بوكس فيه جميع صندوق الأدوات ومجموعات الأدوات والأدوات جميعا وأيضا في عندنا قسم فيه مقالات ودراسات في نظم معلومات الجغرافية وعندنا قسم خاص في المعلمات الجغرافية وهذا الموقع موجود في اللغة العربية واللغة الإنجليزية وعدة لغات لكن الشرح راه يتم من خلال اللغة العربية لتسهيل الفهم نرجع على الارك ماب على صندوق الأدوات المطلوب اللي هو التحليل الإحصائي المكاني نضغط عليه ونروع على بروبراتيز ونكون بنصخ اسم هذا الصندوق عشان نفهم شو المقصود فيه ونروع على ايكون تلبحث ونلصق الاسم بيظهر عنا عدة مقالات نختار المقالة المطلوب أو اللي احنا بدنا إياه اللي هو صندوق أدوات الإحصائي المكاني طبعا فيه عنا في اللغة الإنجليزية وفي اللغة العربية خلينا نروع على اللغة العربية ندخل عليه عشان نفهم شو المقصود بهذا صندوق الأدوات في عنا التنقل السريع نستفيد منه من خلال في عنا ثلاث مجموعات أدوات إذا أنا بدي أفهم مجموعة أدوات معينة بروح من خلال التنقل السريع مثلا هاي في عنا هاي مجموعة الأدوات الخاصة بالتعيين بروح مثلا على مجموعة أدوات الخاصة بالنمذجة العلاقات المكانية بدي أفهم شو المقصود فيها بضغط عليها إذا هاي مجموعة الأدوات بتكون بنمذجة علاقة البيانات باستخدام تحليلات الانحضار أو إنشاء مصففات أوزان مكانية مجرد ما أقوم بالقراءة بفهم شو المقصود بمجموعة الأدوات ومن ثم أفهم الأدوات وأيضا في هذا المقال موجود شرح عن الصندوق نفسه إذن بوفر هذا صندوق الأدوات الإحصاء المكاني على أدوات إحصائية من خلالها منقوم بتحليل التوزيعات والأنماط والعمليات والعلاقات المكانية من خلال إنشاء معالم وميزات جغرافية جديدة وهذا اللي بميز صندوق الأدوات عن غيره من تنظيق أدوات الخاصة بالإحصاء كذلك أيضا ممكن تحديد مركز أو الاتجاه الشامل للمعالم والظواهر الجغرافية وتحديد النقاط الساخن والنقاط الباردة والمتطرفة كل ذلك من خلال صندوق أدوات الإحصاء المكاني أيضا أي شخص عنده تعليق أو عنده استفسار عن أي إشي بخص هذا المقال من خلال النزول الأسفل في عنا قسم التعليقات بكتاب التعليق راح يتم ترد على أي استفسار وأيضا قبل البدء بفهم الكلمات المترجمة الإنجليزية إلى العربي الأفضل أن أكون بقراءة معاني المصطلحات الإنجليزية اللي تم ترجمتها للغة العربية من خلال مقال موجود فيه ملاحظات لجميع هذه الكلمات فالأفضل قبل ما أفهم أنا أي صندوق أدوات أو أي أداة بروح بكتب على إيكون البحث وقدمت المرحلة الثانية بضغط انتر بيجي عنا هذا المقال الخاص في المرحلة الثانية اللي هي مستوى متوسط في تعلم على RGS بدخل على هذا المقال منزل الأسفل قليلا في عنا ملاحظات هذه مهم كرائتها كما ذكرت قبل البدء في ترجمات أو كراءة معاني الأدوات في عنا مثلا كلمة معلم أو ميزة اللي هي الـ Features المقصود فيها مثلا عندي طبقة طرق فيها 20 طريق كل طريق يعتبر معلم جغرافي أو ميزة جغرافية أو بالإنجليزي Features إذن كلمة معلم مقابلها Features أيضا فئة الميزة اللي هي الـ Feature Class فئة الميزة المقصود فيها الطبقة داخل قاعدة البيانات الجغرافية والتي تتكون من مجموعة من المعالم أيضا إذا كانت الطبقة لوحدة بتكون وإذا كانت داخل قاعدة البيانات Feature Class مقصود بكلمة السمة أو السمات اللي هي جدول البيانات الـ Attribute Table للمعالم والظواهر الجغرافية وقلمة النقاطية مقصود فيها البيانات الراستر يعني الراستر داتا الصور الجوية والاستشعارة عن بعد وطبقات السطح السيرفيس بالإضافة لطبقات الـ TIN وخرائط الـ Dim والسلوب وغيرها من هذه البيانات اللي هي النقطية أما البيانات المتجهة اللي هي الـ Vector Data بتتمثل على شكل نقطة أو خط أو مضلة أيضا جميع البيانات المضيوفة عندنا في جدول المحتويات اللي هو الـ Table of Content اللي بتكون موجودة هون أي طبقة إحنا بنستدعيها اسمها طبقة أو لاير إذن أنا بعد ما فهمت معاني هذول الكلمات الأساسية بقدر إني أفهم الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية لفهم جميع الأدوات أما بالنسبة للأدوات بننتقل لشرح الأدوات بنروح إحنا بناخد أي أداء على سبيل المثال لو رحنا مثلا على مجموعة الأدوات اللي عنا هون رحنا مثلا على أداء اللي اسمها Central Feature بدخل عليها بدأ أفهم شو المكسود بهاي الأداء طبعا في عنا هون وصف كله باللغة الإنجليزية كله باللغة الإنجليزية كذلك في عنا صورة بتوضحيننا شو المكسود بهاي الأداء لكن للفهم أكثر أنا بقوم بنسخ هاي الأداء Ctrl C أو كتابتها داخل آيكونت البحث نضغط Enter باختار المقال الخاص بهاي الأداء طبعا هاي الأداء موجودة عنا أكثر من أداء في مقال واحد فأنا بدخل على اسم هاي الأداء من خلال التنقل السريع باختار الأداء اللي بدي إياها هاي عنا الأداء هاي عنا الأداء المطلوبة كذلك في عنا أداء تانية أنا بدي شيئا أنا بدي الأداء هاي Central Feature بدخل عليها بنقل على هاي الأداء طبعا في عنا صورة الأداء بالإضافة لعنا ست معاملات لازم ندخلهم أو مثلا في عنا المدخل رقم واحد واثنين إجباري لعليه إشارة خضرة لو رحنا على Arc Map للتوضيح أكثر في عنا هاي واحد واثنين ست معاملات أول معاملين ضروري ندخلهم والمعاملات التانية ممكن أن نتركهم إفتراضية زي ما هي لكن أنا في حال بدي أفهم شو المقصود بوصف هاي الأداء بالإضافة لأي معامل موجود عندي برجع على المقال بقرأ الوصف طبعا بتم من خلال هاي الأداء تحديد المعلم الأكثر موقعا مركزيا في فئة المعلم اللي هي الخاصة طبعا في النقطة أو الخط أو المضلع أنا عندي مجموعة خطوط بدي أعرف الخط اللي بتوسط هاي مجموعة الخطوط أيضا إذا أنا في عندي مثلا معامل المسافة أو طريقة المسافة مثلا بدي أفهم شو المقصود بهذا المعامل عشان أعرف كيف أدخل الخيرات اللي فيه بقوم بالقراءة فأنا هيك أفهمت شو المقصود بهذا المعامل ونفس الإشي جميع المعاملات والمدخلات وأيضا أي استفسار عن هذه الأداء بقدر أنا من خلال قسم التعليق أكتب تعليق معين وراح يتم الرد على الاستفسار والسؤال أيضا عن زاء المشاهدين أنا بقدر أستعلم عن أي أداء موجودة داخل الاربتول بوكس مش بس على صندوق أدوات التحليل الإحصائي مثلا لو رحنا على Network Analyst Tools بدي أنا أقوم بفهم مثلا أداء معينة مثلا أداء رقم 2 في هذا مجموعة الأدوات بدي أفهم شو المقصود فيها باللغة العربية وأعرف كيف أستخدم هاي الأداء بقوم بنسخ اسمها أو كتابتها داخل آيكونت البحث بيظهر عندي عدة مقالات بيظهر عندي الخيارات الخاصة بهذا الاسم اللي أنا كنت بلسكو لكن الأداء المطلوبة إجت أول مقال بأدخل عليها خاصة بإضافة المواقع طبعا هاي الأداء بقدر أنا أشوف إيش صورة تبعتها بالإضافة لمصار الوصول لهاي الأداء وكذلك وصف هاي الأداء وهو المهم بكون بكراءته وأيضا أي معامل أنا مش فاهم بكون بكل كراءة عنه وهيك أنا فهمت طريقة وشرح ووصف هادي الأداء وأي أداء أنا بدي إياها وأيضا أي استفسار عن هذه الأداء وأي أداء سيكون بنزول إلى قسم التعليقات وكتابة التعليق المناسب وراح يتم الرد إذن بهاي الطريقة أنا كنت بفهم وصف وشرح جميع أدوات الأربت البوكس وبتمنى أنه من جميع أخذ فكرة عن هذا الموقع اللي بيكون بشرح ووصف جميع أدوات الأربت البوكس شكرا على المشاهدة والسلام عليكم